الاعلان عن جوائز التمييز للحكومة الالكترونية في افتتاح منتدى البحرين الدولي الثالث للحكومة الالكترونية 2010 والذي انطلقت فعالياته بحضور عدد كبير من المسؤولين والخبراء وصنع القرار المحليين والاقليميين والدوليين وتستمر اعماله حتى التاسع عشر من مايو الحال جائزة التمييز للحكومة الالكترونية 2010 نظمتها هيئة الحكومة الالكترونية وضمت عشر فئات بهدف ابراز اسم البحرين في الحكومة الالكترونية طبعا هاي المنتدى يصير لثالث سنة على التوالي يضم المنتدى فعاليتين اللي هو المنتدى الرئيسي اللي يضم نخبة من المتحدثين العالميين والفعالية الثانية اللي هو معرض البحرين للاتصالات وتقنية المعلومات اللي يضم سبعين عارض من منطقة والعالم 151 خدمة الالكترونية تم الانتهاء من فتشينها على موقع الحكومة الالكترونية من اصل 200 خدمة الالكترونية سيتم تقديمها لنهاية العام 2010 55 خدمة ستقدم مع نهاية العام الجاري على قناة الهاتف النقال و 15 مركزا للخدمات الحكومية الالكترونية تم الانتهاء منها و 35 منصة الالكترونية اجهزة الخدمة الذاتية تم الانتهاء من نقامتها في مختلف مناطق التجمعات المعروفة في المملكة الفكرة ملخصها انه هي برنامج متكرامل نظام يقدم للملحقيات الثقافية وزارة التربية يستخدم لجمع معلومات الطلبة الدارسين في الخارج والحفاظ عليها وهي فيها اربع اجزاء الجزء الاول اللي هي جزء خاص بطلب الخدمات اللي توفرها الملحقيات جزء خاص بمعلومات الطلبة وجزء خاص بتصوير المستندات والجزء الاخير اللي هو تنظيم الامور المالية الملحقيات التطافية كل الانجازات التي حققتها هيئة الحكومة الالكترونية خلال الاوام الثلاثة الناضية تأتي تمشيا مع اهدافها الاستراتيجية واهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي دشنها صاحب الجلالة المالك حمد والتي تهدف الى جعل مملكة البحرين مركزا متميزا لجذب الاستثمارات الاجنبية والمنافسة اقليميا ودوليا من منطلق حرصها على تحقيق نمو اقتصادي يشهم في تنوع مصادر الدخل وتوفير المزيد من فرص العمل ورفع مستوى دخل المواطن وتوفير العيش الكريم له ولأسرته